ربطة الأدواء الكويتية وبتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية أقامت للعام الثاني على التوالي معرض الكتاب المستعمل الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام ويحوي العديد من الكتب المختلفة نحرص على أن نتيح هذه الكتب للشباب الراغبين في الإطلاع على كتب قديمة ولكن لا زارت لها قيمة ثقافية ومهمة ولها معرفة في مجالات مختلفة الكتاب المستعمل لا زال له إقبال واهتمام وحرص على انتقاءه والحصول عليه عندما كثير من هوات جمع الكتب القديمة يقدمون هذه الخدمة لمن يريدها سنويا من خلال مكتبة الكويت الوطنية قراءة الكتاب تعتبر نهما وهواية بالنسبة للبعض لكنها أخذت بالتقلص في السنوات الأخيرة مع دخول التكني الوجي على الخط مما قلص من فرص بيع الكتب الورقية أنا الآن إذا أحتاج ببحث عن الشعراء وأدباء الكويت بكتب عنهم بطلع الإصدار ما راح أأخذها من النت النت هذا بشكل سريع يعرف متى وفاة الفلان متى ميلاده في هاي دولة شنو اسمه يفيدني لكن هذا بعمل الكتاب وإصدار لابد أن أذهب المكتبات والمراجع هذا فلهذا المكتبات ما زالت قائمة أو تادها قوية راسخة يعني الكتاب ما زال يعني وإن قلة وشح عدد الغراء معرض الكتاب المستعمل والذي يقام على هامش فعاليات مهرجان القرين الثقافي بحاجة لدعم وزخم إعلامي للتعريف به كونه يزخر بكتب قيمة لا يزيد سعرها عن دينار واحد لتلفزيون المجلس رياض العبادي